في تصميمه على أن يكون بلد استقرار لشعبه وللمنطقة يعمق العراق ورقة السيادة على أرضه سيما بعد أن انتهكت كساحة تصفية حسابات بين إيران وأمريكا وزير الخارجية فؤاد حسين وفي تصريحات صريحة اللهجة ورسائل مباشرة عبر استضافته في صحيفة ذا ناشنال كشف عن مواجهة صريحة لطهران حول هجومها على أربيل والذي بررته بوجود مقر للموساد الإسرائيلي أنذاك حسين أعلنها بمبدأ السيادة وهيبة الدولة العراقية حيث قال للصحيفة إن أمريكا تعرف مكان إيران أين تقع وكذلك إيران التي تعي جيدا أين يتواجد الخطر المهدد لها سواء كان موسادا أو أي ما يهدد أمنها وفي الحالتين فإن كل البلدين حول العراق لساحة تصفية حسابات إشارة واضحة بالرفض لأي اعتداء على أرض العراق والعلاقة مع واشنطن تلك التي تسير في خط واضح نحو دعم العراق بحربه ضد داعش تؤكد بغداد على لسان وزير خارجيتها حاجتها لتعاون وثيق وجيد مع واشنطن للاستمرار في نزع فتي لأي محاولة تقوض جهود الحكومة في بناء ركائز الاستقرار لكن تضارب الأجوبة الرسمية الإيرانية كذلك كان تحت مجهر حسين حيث تأكيده على أن كل الادعاءات التي قدمتها طهران لم توثق بدليل حتى الآن المطلوب إذن وبحسب اللغة الرسمية والدبلوماسية العراقية هو الاعتذار أو تقديم طهران لدليل ثابت على أن هناك مقرا للمسادي في أربيل